في هذا الدرس راح نتحدث عن comparison operators يعني عوامل المقارنة في لغة السي شارب عدنا ستة comparison operators عدنا ال equal يعني اليساوي عدنا ال not equal يعني لا يساوي عدنا ال greater than يعني اكبر من greater than or equal اكبر من او يساوي less than اقل من less than or equal اقل من او يساوي يعني شنو هذا راح نطبق امثلة وتعرفون الفكرة في الدرس السابق تحدثنا عن assignment operator قلنا علامة اليساوي يعني assignment ولكن لو كان عدنا اثنين يساوي مثل هنا هذا يعني equal يعني يساوي اكتب console اكتب console dot right line اول شي انطيك مثال عن ال equal في داخل ال right line اكتب خمسة يساوي يساوي خمسة قلنا ال double يساوي double equal يعني يساوي في لغة السي شار اذا كان عدنا اثنين يساوي يعني يساوي اذا كان واحد يعني assignment هنا يعني equal هذا يعني هال خمسة يساوي خمسة وهذا رح ينطينا result ال result رح يكون من نوع boolean يعني النتيجة لو يكون true لو false التrue يعني صحيح والfalse يعني غير صحيح فاذا كان هذا ال expression كان صحيح رح ينطيني النتيجة true واذا كان غير صحيح رح ينطيني false وطبعا ال right line رح يطبع النتيجة في ال console اعمل run للبرنامج لاحظ true صحيح يعني خمسة يساوي خمسة اذا اكتب خمسة يساوي اربعة اعمل run للبرنامج لاحظ false يعني غير صحيح خمسة لا تساوي اربعة فهذا يعني equal يساوي يعمل مقارنة بين العدد اللي عدنا في اليسار وفي اليمين والنتيجة يكون من نوع boolean لو يعطيك true او false جميل عدنا ال not equal ال not equal هو عكس ال equal العلامة لل not equal هذا فاكتب ال not equal هذا يعني هل خمسة لا تساوي اربعة خلنشوف true خمسة لا تساوي اربعة جميل جميل خمسة فالس يعني غير صحيح الخمسة مو اكبر من خمسة هال خمسة اكبر من اربعة خلنشوف true لأن الخمسة لأن الخمسة اكبر من اربعة ولكن لا يساوي لأن كان واحد منهم true يعني كان الخمسة اكبر من اربعة فانطاني true على سبيل المثال نقول هل خمسة اكبر من او يساوي خمسة طبعا خمسة مو اكبر من خمسة ولكن يساوي خمسة لأن يساوي رح ينطين true لاحظ فهذا يعني greater than or equal اكبر من او يساوي اذا اكتب هل خمسة اكبر من او يساوي 6 ينطيني false صحيح لأن الخمسة مو اكبر من 6 ولا يساوي 6 فينطيني false بعد عرفت الفكرة عدنا less than اقل من خلنشوف هذه هي علامة less than هل خمسة اقل من 6 نعم true جميل وعدنا less than or equal هل خمسة اقل من او يساوي 6 لاحظت true الخمسة اقل من 6 صحيح هل خمسة اقل من او يساوي 5 true صحيح الخمسة مو اقل من خمسة ولكن يساوي لأن يساوي ينطيك true فهذا هو ال comparison operators في لغة C sharp عدنا 6 حالات وخليها في بالك دائما ال comparison operator ينطيك boolean value كنتيجة يعني ينطيك true او false حالة عندك وطبعا تكتب variable يعني شنو اكتب int number one يساوي خمسة int number two يساوي اثنين اكتب في الكنسول write line هل number one يساوي number two لاحظ عادي جدا يعمل المقارنة بين value ل number one و number two اعمل run الprogram ينطيك false number one لا يساوي number two لأن number one value مالت خمسة و number two value مالت اثنين صح حتى تقدر تخزن النتيجة او الريزالت في متغير اخر طبعا مثل ما قلت النتيجة يكون من نوع boolean فلازم اعمل new variable من نوع boolean اسمي result يساوي number one يساوي number two لاحظت هل number one يساوي number two هذا ينطيك كنتيجة boolean value واعطيت النتيجة لمن لهذا ال variable ل result راح يخزن النتيجة في result واقدر اطبع ال result اعمل run للبروغرام multi لاحظ false جميل فهذا هو comparison operators شكرا لكم واشوفكم في الدرس القادم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر